اشتركوا في القناة تسبف امراض اللي هي فقر الدم ثم تساقط الشعر بكترة لذلك انا جبت لكم واحد العشبة كتستعمل في التسمين ثم طرد النحافة هذه العشبة هذه كتسمى السمغ العربي وهي موجودة بكترة في العالم العربي ومعروفة بفوائدها في التسمين وايضا طرد النحافة وضروري ان هذا السمغ العربي ان يكون ذات جودة عالية وايضا لانه من مشتقات العنبر الاسود غادي نقولكم شن هو العنبر الاسود هو عبارة عن عشبة حتى هي كتساعد على طرد البرودة او البرد يعني النساء اللواتي ما كيستجبوش لجسم ديالهم الوصفات او المسمينات او التحاميل اللي كتستعمل التحاميل او المسمينة او اي وصفة وكتلاحظ انها ما اعطتهاش نتيجة فانها ضروري عندها مشكل الهرمونات او البرد لذلك كتستعمل هاد العنبر الاسود وكيساعد على طرد هاد المشكلة هادا وذلك الساعة كتحصل على النتيجة اللي بغات من بعد ما كتستعمل الوصفات ده هو السمغ العربي اللي كتلكم عليها ورا كيكون فعلات الشكل هادا وكيكون ملقم شوية من اللون البني ملقم من العنبر الاسود وكيكون لونه لون بني وايضا السمغ العربي ممطحون على شكل بودر لانه غادي نستعملوه في الوصفات بالنسبة للسمغ العربي كيما كتلكم مراكيزي في المناطق الانتوية عند النساء وخصوصا النساء اللي بغاوا اغلادو يعني يحصلوا على لطاية اكس لارج ولا اي اطاية كبيرة را كيستعملو هاد السمغ هادا وانا غنعطيكم كيفش غنستعملو هاد العشبة هادي بطريقة سليمة وايضا كنحذركم انكم متكتروش منها لانه يقدر يكون عندو اضرار جانبية قد الاستعمال ديالو ديال هاد السمغ العربي غادي نطحنوه ثم نغربله ونديروها في اي وصفة من الوصفات اللي استعملنا من قبل او اي وصفة بغنستعملوها كنزيدو اليها هاد السمغ العربي وكنتناولوها اما الطريقة التانية غادي نطحنوها ايضا ثم غادي نخليوه في شوية ديال الماء يترقد من بعد غادي نخلطوه مع اي كريم وغا نبقى ندهنو به الجسم ديالنا او اي منطقة بغنها تغلط في الجسم ديالنا لديكم الوصفات بطريقة شفوية ولكن ان شاء الله في الفيديو الجاي او في فيديو اخر كنوعتكم به انني غادي نوريكم طريقة كيفاش كان غادي ندمجو هاد السمغ العربي المطحون في الوصفات وكيفاش غادي نستعمله نشير الى واحد النقطة انه هاد العشبة هادي كنت تواجد بزاف عند التجار الكبار ديالاعشاب يعني ما غاديش نلقوهاش وخلقوه في مليل اعشاب اللي كتكون عندهم المجازات ديالهم صغيرين ولكن التجار الكبار هم اللي كي يبيعوها بجودة عالية حاولوا تحصلوا على هاد العشبة وتعملوا كيف مقتلكم لها وان شاء الله في الفيديوهات الجاي ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش ندمجوها في الوصفات وبرتاجوا هاد الفيديو وديروا لايك وجيم وان شاء الله كنتمنى لكم وليات